رد طبيعي هكذا اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية العملية الفدائية لشاب في مدينة تل أبيب بعدما نجح الأخير باختراق التحصينات الأمنية الإسرائيلية عملية فدائية جديدة ينفذها شاب فلسطيني في مدينة تل أبيب تسفر عن مقتر ضابط في الشرطة الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين وصفت حالة أحدهم بالخطيرة فصائل المقاومة الفلسطينية اعتبرت هذه العملية الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني العملية البطولة التي حصلت بالأمس في قلب دولة الكيان الصهيوني تؤكد على جهازية المقاومة الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني لمواجهة الاحتلال الصهيوني والتصدي لجرائمه وعدواني على المسجد الأقصى المبارك وتؤكد على أن شعبنا الفلسطيني ماضي في ثوراته للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وإفشال مخاططة تحتل الصهيوني الرامية لبناء الهيكل المهوم على أنقاذ المسجد الأقصى المبارك هذه العملية البطولية تؤكد على فشل كل الإجراءات الأمنية والإجراءات القمعية ومحاولة اجتتات المقاومة الفلسطينية قد بأت بالفشل والدليل على ذلك استطاع المقاتل الفلسطيني بالوصول إلى النقطة التي أرادها وبالهدف الذي هو الذي حدده مسبقا ليؤكد على حوائية وفعالية هذه المقاومة وعلى قدرة شعبنا الفلسطيني على تجاوز كل الحواجز الأمنية وقوع هذه العملية في مدينة تل أبيب شكل صفعة قوية لدولة الاحتلال كون المنفذ مطلوب سابق لجيشه ومتهم بتنسيذ عمليات إطلاق نار سابقة خلال العام الحالي نجح في اختراق التحصينات الأمنية ووصل لعمق دولة الاحتلال بسلاحه ليثبت فشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية بالإشارة لعملية تل أبيب هي تشكل أبعاد أمنية مهمة جدا أهمها أن المنفذ كان مطلوبا لقوات الأمنية الإسرائيلية منذ أكثر من عام واستطاع أن يخترق كل التحصينات الأمنية التي كانت مقامة من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وأن يقطع مسافة 109 كيلو من مندينة جينين المحتلة إلى قلب تل أبيب هذه العملية جاءت بعد سلسلة عمليات نفذت في مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس خلال الأيام الماضية لتؤكد على استمرار العمل المقاومة في ظل تغول آلة العدوان بحق الفلسطينيين وأرضهم تؤكد المقاومة الفلسطينية من خلال عملية تل أبيب قوتها على إرباك الاحتلال وتثبيت معادلة الرد على جرائمه وقت ما تشاء وبالمكان الذي تريده محمد ألب البيسي قناة رابعة فلسطين